كان بيصلي الفرد بفرده أو دي كانت محجبة وملتزمة ولسانها ما شاء الله سبحان الله وبشوه شويه وفي الآخر طلع تنصب قادي المحجبين وقادي المتدينين وقادي المشافيه هل أقتن بقى لما حتي القصة زي كده؟ فهو احنا عندنا التجارب السلبية لإنسان بيعاد بيها في حياته بني بشول صورة المتدين أنا كوني مسلم ده مفيش جرانتي يعني مع كوني مسلم مفيش ضمان إن أنا أبقى خالي من العيوب والنقاص هو الأصل إن أنت مسلم يعني راجل المفروض تتقي الله المفروض كتاب بيقول الكتاب بيقول كده بالضبط زي ما حرارك بتقولي المفروض تبقى كذا المفروض تبقى كذا المفروض ما تبقاش كذا لما أنت بتخالف أنت ما بتخالفش علشان دينك قالك كده أنت بتخالف دينك بذلك أنا اللي بره بقى أثق في المتدين ده ولما ثقش هلقى بأنه متدين أو مش متدين هو بني آدم في النهاية فالبني أدم ده ممكن يبقى في غاية الصدق والإخلاص في لحظة من اللحظات وفي لحظة أخرى يقع في زلة من الزلات بمقتضى البشرية فكوني أن أنا متدين ده ما خلاش أن أنا ينزع مني النوازع البشرية بس أنه يوصل لمجرم وبيقتل وبيخطط لقتله وبيعمل جريمة رقم واحد ممكن يكون مضطرب نفسيا وزي ما الدكتور محمد برضو أشار مش كل اضطراب نفسي بياكي صاحبه من المسئولية وهو عبر تعبيرات عجبتني جدا وأنا متابع من الكواليس أما بيقولك أنه هو ما سولبش الاختيار وما سولبش التمييز هو مختار ومميز زي بالظبط وعمل جريمة بقراره بقرارته زي بالظبط واحد مد من خمرة هو شعوره بأنه هو يجي الشرب ده شعور مدني يعني مش قادر هو ومع ذلك لو راح شرب حيأسم ولو بعد هايثاب طب بمناسبة لعجبني المثال بس مد من الخمرة ده ده لو بيصلي بقى يعني يصلي العشاء وبعد كده يطلع يشرب يشرب ويصلي تبقى مصيبته في الحياة مصيبة سودة واحدة إنه بيشرب لكن يشرب وما يصليش تبقى مصيبته مصيبتين طيب ده الخمرة القتالي القطلة بقى بيقتل ويصلي كذلك نفس الحكاية أنا مكلمة بمنتهم موضوعية يعني حضرتك شايف إنه يقتل ويصلي مش شبهة على المصليين مش 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 هايزينه معنا أنا فهمت حضرتك فاهم قصدي فاهم قصدي فاهم قصدي حضرتك بس أنا دلوقتي ربنا أمرني بالصلاة أنا أمر مستقل مش مرتبط بأي حاجة تانية ما قال ليس صلي بشرط إنك تبقى منزه عن المعصية الفرنية أو المعصية الفرنية صح؟ أنا أجاوب حضرتك إجابة إن شاء الله ترضيكي ربنا يكرم فاربنا أمرني بالصلاة ونهيني عند القتل ما قال ليش إذا قتلت يبقى أترك الصلاة لا فلو قتل دي من أعظم الكبائر من أكبر الكبائر ومن أكثر الأمور إجراما ويظل الإنسان في عافية ما لم يصب دمى حراما ده الحديث بيقول كده يعني كأن كل حاجة يرجى لك إن انت تفلت منها لكن إلا الدم الحرام طيب يقابل ربنا بقى وهو إيدي ملطخة البعيد بدم حرام وكمان ما بيصليش ولا يصلي يعني الصلاة دي حتخفف عنه الزنب عند ربنا؟ ده عند الله بقى مليش علاقة أنا ما نقدرش أن أقول أنا اللي أقدر أقولك عليه إن إيه المطلوب منه موسيقى